لماسات أخيرة وينتهي العمل في شارع المتنبي بإشرافي ومتابعة أمانة بغداد وأمينها على أمعان ليحتضن بعد إعماره احتفالات رأس السنة الميلادي وهو بصورة وحلة جديدة تأكس جماله وعراقته ليكون بوابة بغداد الإعمار والنهوض من جديد ولا يعاد ألق وغداده العريق واحد واحد رأح يكون كرنفال احتفالي لكل العلاق عرس يعني اعتبر عرس أنه هذا الشارع أستخل فيه ده شوفه أنه برونق جديد يعني فتشي يبهر والله العظيم بعض المثقفين القدامة عينهم بدأت تدمع من أجل أن يوره الشارع المتنبي بهذا الجمال وهذه الرقة راح أصير ظهر اجتماعية جديدة لما جاء به من تغيير حيث عمران وتقدم وازدهار في شارع المتنبي شارع بعراقة زقاق المتنبي وتأريخه الذي يمتد للعصر العباسي شهد حملة تطوير مهمة غيرت الكثير من ملامحه وناقلته من الفوضى والخراب إلى صورة جميلة كقلادة تزين جد الحسناوات نشكر أمانة بغداد نشكر أمين بغداد لرجوع شارع المتنبي كما كان عليه بحلته الجديدة هذا الشارع الذي يزوره معظم المثقفين من كل دول العالم تجد هنا الثقافة العراقية الحقيقية تجد المثقفين الفنانين هي نقطة البداية لبغداد أجمل وأولى مراحل الإعمار لمسات جميلة غيرت واقع زقاق المتنبي ولمسات أخرى ستغير بغداد بأكملها من بغداد محمد فراس قناة التغيير